أول مكتب اتصال لحلف الناتو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيتم افتتاحه بالأردن اختيار عمان لها الموقع اللي علاقة بمسار طويل مشيت في الأردن مؤخرا 1- مساهمة الأردن بصد المسيارات والصوريخ اللي أطلقتها إيران على إسرائيل ردا على استهداف أنصليتها بديماشلة اتدخل لأردن وقتها بتنسيق فعال مع القوات الأمريكية والفرنسية والبريطانية الموجودة بالمنطقة بالإضافة لبعض الدول الخليجية 2- إعلان لأردن أكتر من مرة عن إلقاء القبض على شبكات حاول التهرب السلاح للمقاومة الفلسطينية بالضف الغربية واستعراض هالعمليات كأنجاز أمني 3- استقبال قواعد عسكرية أمريكية بشمال الأردن انكشفت هالقواعد للعلن بعد استهدافها من ميليشيات عراقية وقتل ثلاث جنود فيها النظام الأردني عنده أسبابه لفتح أراضي للناتو بخاف النظام من التغيير السياسي بظل الشعبية الكبيرة اللي بتمتلكها المقاومة الفلسطينية بالشارع الأردني بسبب وجود أعداد كبيرة من الفلسطينيين هونيك وامتلاك الإخوان المسلمين قاعدة تاريخية مؤسرة أما الناتو وإسرائيل فبتهمهم مصلحة النظام الملكي لأن الأردن بتملك حدود مع الضف الغربية امساك الأردن بالحدود كفير بإبقاء الحصار المفروض على الضفة ومنع امتلاك المقاومة أسلحة أكتر قوة من السلاح الفرد الخفيف كمان بالنسبة للسعودية بتمثل الأردن المدخل الشمالي لشبه الجزيرة العربية خروجها من المحور المتحالف مع السعودية بيعني تحويل الحدود الشمالية للمملكة لمصدر قلق دايم مثل الوضع على حدود مع اليمن لكل هالأسباب عم تتحول الأردن لمركز اهتمام بالنسبة للدول الغربية وحيساهم مكتب الناتو الجديد بتطوير قطر التعاون العسكري وتبادل المعلومات الموجودة أساسا